الانتخابات الامريكية الفين واربع وعشرين ترامب في الصدارة وهاريس تخسر كارولينا الشمالية وجورشيا تابعوا معنا الانتخابات الرئاسية الامريكية مع التصويت الحاسم لتحديد الفائز بين كامالا هاريس ودونالد ترامب في الولايات المتحدة بدأت عملية فرز الاصوات حيث يتابع الامريكيون النتائج بشغف بينما تتلون خريطة البلاد بالاحمر لون الجمهوريين والازرق لون الديمقراطيين حسب النتائج الأولية يتقدم دونالد ترامب في عدة ولايات حيث وصف أحد المسؤولين الانتخابيين هذه التقدمية بأنها تفوق لا يمكن تجاوزه لسالح الجمهوريين في جورشيا المعسكر الداعم لكامالا هاريس يركز آماله على ثلاث ولايات رئيسية تعرف بالجدار الأزرق وهي ميشيغان ويسكونسن وبينسلفانيا